عمر وأيهم والبقية ضمن هذه المساحة الضيقة التي يجد فيها هؤلاء الأطفال ما ينسيهم مشاهد القصف والخوف مدرسة رواد السلام التي يشرف عليها المدرب أحمد مستو أحد الرياضيين المنشقين عن النظام منذ بداية الثورة تجربته الأولى بإنشاء نادي للوشو كونفو كانت قبل عام لتأتي طائرات النظام وتجعله حطاما تذروه الرياح الأطفال هنا بأعمارهم المختلفة يتعلمون الفنون القتالية مع رفع اللياقة البدنية لديهم بشكل أكاديمي كما يقول لنا المدرب أحمد عندي هون نادي يستوعب ما لا يقل عن من خمسين إلى ثمانين طالب يوميا من خمسين إلى ثمانين طالب يوميا كما قلت العمر من عمر خمس سنين لعمر خمسة عشر سنة نحن نستقبل الطلاب هالعمر هذا بشكل خاص هالعمر هذا لأن هالأطفال بهالعمر هذا هن صاروا أغلبيتهم بالشوارع يلعوا بالشوارع ماتم عندهم لا حداية تسلوا فيها لا أماكن تسلي أماكن له وما عندهم بشان قررنا نعمل هالنادي هالمدرسة سميناها مدرسة رواة السلام للفنون قتالية بشان تكون يعني الولاد يلعبوا يلقوا محل يلعبوا فيه بأمان بدون ما حدا يزعجون ولا حدا يدايقون هاي شغلة الشغلة الثانية نحن منفضل من هالطلاب هدول من ناقي نخبة من ناقي نخبة هالنخبة هدول بعد فترة من نعملهم اختبارات من أهلهم بصير تدريبهم لحالهم منعطيهم زيادة من وقتنا من تدريبنا بحيث يمسطوا المنتخبات الوطنية على أحد المتدربين يتكلم لنا عن الاستفادة الفعلية من التدريبات التي يتعلمها رغم الإمكانات الضعيفة التي يمتلكها النادي ويسعى من خلال تنظيم وقته بين المدرسة والنادي لأن يكون مستقبلا في المنتخب الذي يمثل بلده للوشو كونفو في بطولات خارجية بعد ما ننصرف من مدرسة منيجي عن نادي أنا ورفقاتي منلعب نتسلة وستزعم علمنا لكمات وركلات وبأيام الجاي إن شاء الله دي علمنا الأسليب وهي الدفاع عن نفس مدرسة رواد السلام يعتبرها الرياضيون إحدى الخطوات في تشكيل الرياضة السورية الحرة التي ستكتسب يوما القاعدة الحقيقية والشرعية للرياضة في سورية الحرة بازل أبو حمزة حلبي اليوم